أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات الأقوية المتينة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في ظل ما تحظى بهم من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله منوها بما وصلت إليه مستويات التعاون الثنائي من تميز على مختلف الأصعدة بما فيها الاقتصادي والمالي وأهمية مواصلة الدفع بهذا التعاون نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك بما يلبي تطلعات ويحقق النماء والازدهار لصالح البلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد أهل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل انهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وأزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وأزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة السيد سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي للسوق أبو ظبي للأرراق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث نوها سموه بالتعاون المثمر في الجانبين الاقتصادي والمالي وأهمية مواصلة تعزيزه بما يخدم أهداف التكامل بين البلدين الشقيقين وذلك من خلال العمل على خلق الفرص الاستثمارية الواعدة وتشجيع الاستثمارات المتبادلة إلى جانب تسهيل التبادل والتعاون المالي والتجاري وزيادته خاصة بين القطاعين الخاص في البلدين